ونحن قدام بكم في الجامعة واسطى أجواء احترازية افتتحت مساجد مكة المكرمة أبوابها أمام المصلين حيث تم تطبيق تعليمات السلطات التي تنص على التباعد بين المصلين ولبس الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصل إضافة إلى فتح نوافذ والأبواب في حال إقامة الصلاة مع إجراءات التعقيم المعتادة ويجري ذلك بمتابعة وزارة الشؤون الإسلامية التي ترصد أي مخالفات محتملة يأتي ذلك في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية وفق للخطة التي أعلنت أواخر الشهر الماضي وفي السياق ذاته سمحت وزارة الداخلية بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع الالتزام بتعليمات الوزارة التي تنص مثلا على حصر التجمعات بخمسين شخصا كحد أقصى ومن يخالف تلك التعليمات يتم تقريمه بألف ريال يجري مضاعفتها في حال التكرار فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر بالوزارة تأكيده استمرار تعليق العمر والرحلات الدولية وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية حتى إشعار آخر يذكر أن عدد إصابات كورونا في المملكة وصل إلى مائة وخمسين ألف حالة مقابل ألف ومائة وأربع وثمانين وفاة فيما تماثلت ستة وتسعون ألف حالة للشفاء